مشروع قومي جديد وآخر لا يقل أهمية عن مشروع حياة كريمة مشروع تنمية الأسرة المصرية هذا المشروع القومي الذي انطلق اليوم كان فيه رسائل عدة تتعلق بتنمية الأسرة المصرية من صحة وتعليم وغيرها من الملفات المهمة اللي بتخص كل أسرة لكن بالطبع كان أهم تحدي اتكلم عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة في هذا المؤتمر أو في هذا الحفل اللي انطلقت منه هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحدي الزيادة السكانية تحدي الزيادة السكانية أمام معدلات نمو الدولة وأمام موارد الدولة وبالتالي هذه الزيادة السكانية لا تتناسب مع موارد الدولة بهذا المعدل بنزيد تقريبا بحسب سواء وطيرة التخطيط أو رئيس الوزراء ما بين 2 مليون أو 2 مليون ونص سنويا الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة قال أنه في عام 2014 منذ أن تولى الرئاسة وحتى يومنا هذا في 7 سنوات زدنا 14 مليون نسمة خلال 7 سنوات يعني بمعدل 2 مليون سنويا نشوف ماذا قال الرئيس عن هذه الزيادة السكانية اللي أنتم فيه ده كله من 62 ولا من 60 ولا من 50 حتى هو ده الواقع اللي سبب ترد الدولة ديت فيه أنا قلتلكم قبل كده كلام ده ما كلام بك أنا عايش معكم الحكاية وفي 2014 لما جيت في الترشح أنا قلتلك كلام ده لكن كان على عدد السكان ساعدة يعني السبع سنين لو قلنا 2 زدنا 14 مليون طيب أنا زدت في الرؤية يعني جاء لي أرقام دخل زيادة تكفي هذا النمو الـ 14 مليون لا طيب ده عجز من الدولة لا قدرة الدولة مش متمشية مع قدرة نمو الدولة